أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين أن قواتها نفذت ضربات على أهداف القيادة العسكرية الأوكرانية ونظام الطاقة بينما قالت أوكرانيا إنها شنت عدة ضربات على معاقل روسية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نجحت في قصف أهداف القيادة العسكرية الأوكرانية ونظام الطاقة باستخدام الأسلحة عالية الدقة وقالت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية أنها أسقطت 45 من بين 55 صاروخا أطلقتها روسيا على البنية التحتية الأوكرانية وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميهال أن الهجمات الروسية تسببت في انقطاع الكهرباء الكهربائي في مئات من السوطنات وأن حالة انقطاع الكهرباء الطارئة ما زالت مستمرة في كيف وخاركيف وأماكن أخرى وبالإضافة إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت المرتزق الأجانب في كوبيانسيك وكراسني ليمان وغيرها من الأماكن ودمرت عددا من المركبات القتالية بينما أعلنت أوكرانيا أنها نفذت 14 ضربة لنقاط تجمع ومواقع دفاع جوي روسية وقال مسؤول أوكراني أن قوات بلاده سيطرت على 9 مستوطنات أخرى في منطقة لوهانسيك